أهلاً سهلاً ضياع عرفوا إياكم كي اس آسيا تحت 23 سنة العراق الأردن تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بداية المباراة المنتخب العراقي كان فوضوي المنتخب الأردني أكثر تنظيماً ترك مساحة شاسعة أمام قوس الجزاء هذه المنطقة يجمع خطرة جداً على أي منتخب فكيف إذا المنتخب الأردني صاحيلها ومنتظرها بهالشكل هذا؟ يعني أي كرة الآن في هذا المكان رح تكون خطرة جداً على المنتخب العراقي شوف الهجمات تلوي الهجمات عن جهة اليسرى مثل ما قلنا خطرة المنتخب الأردني في الفيديو السابق عن طريق هذه الجهة بالأضافة إلى مساحات الشاسعة الواسعة التي تركها المنتخب العراقي أمام قوس الجزاء حاول المنتخب الأردني وسدد أكثر من المنتخب العراقي على الهدف طبعاً الكل كان يصور المنتخب الأردني الصيد سهل للمنتخب العراقي حجيت في الفيديو السابق أنه منتخب منظم شوف المنتخب العراقي واحد لواحد كل جزين لكن هنا لاعب هذا أخطر لاعب ما المفروض ينترك بهذا الشكل أخطر لاعب في المنتخب الأردني هذا أخذ مكان شوفها سوا وين راح التفع على اللاعب لاعب أكثر منه أضعف منه أهون منه إجي صعد فوقه التفع لي أخذ مكان وأخذها برأسه بالبارد بالمرتاح حطها وهنا تفضل قنوش يعني مو صحيح مكان يا جماعة بحاجة إلى عادة نظر المنتخب العراقي دفاعيا ما منضبطين ما يعرفوا شون حسا هذا شوفها وقفة لعب هذه له مدافع له واقف على القائم له مشترك ما تدري مع ذلك ملتخب العراقي شفناه بالركنيات أخيرا الملتخب العراقي يلعب على القائم البعيد أخيرا يا جماعة الخير أخيرا جاء أقول أما وقع رمضان استطاع أن يجيب هدف التعادل بهذا الشكل والحمد لله وشكر طائعا بتعادل هذا قنوش كرة حلوة وقع رمضان هدف على أي حال يعني نقطة ألتقيكم على خير والودو المحبة لايك لهذا الفيديو وتعليقات وشوفكم على خير في أمان الله